السلام عليكم أعزائي تلاميذ المرحلة الابتدائية نلتقي لهم بإذن الله تعالى مع حل كتاب التمارين لمادة اللغة الإنجليزية ويكان free للفصل الدراسي الأول الترم الأول ومع الوحدة الأولى unit 1 it's nice to meet you ونبدأ بالنشاط الأول listen and practice hi I am Jack مرحبا أنا Jack what's your name ما اسمك رد عليه فقال له my name is Samir يعني ما اسمي سمير سأله how old are you كم عمرك قال له I'm 11 years old عمري 11 عاما ثم سأله بعد ذلك where did you live أين تعيش فقال له I live in جدة أنا أعيش في جدة فقال له nice to meet you أنا مسرور بلقائك فرد عليه nice to meet you too وأنا أيضا مسرور بلقائك النشاط الثاني read the question and write your own answer يعني اقرأ السؤال وأجب بنفسك what is your name سوف تكتب له هنا اسمك في هذا المكان تكتب اسمك ونفترض مثلا أقول له my name is Ahmed أو my name is Faisal فتكتب هنا اسمك how old are you كم عمرك فتقول له I am 11 years old عمري 11 عاما number three where do you live أين تعيش فهنا تكتب المدينة التي تعيش فيها إذا كانت مكة أو المدينة أو الرياض أو جدة فتكتبها هنا تقول له I live in رياض أو مكة أو المدينة أو جدة ننتقل بعد ذلك إلى النشاط التالي listen and practice يعني استمع وتدرب what is your name my name is Saeed how old are you I am 11 years old عمري 11 عاما where did you live أين تعيش I live in رياض عيش في الرياض النشاط التالي read the question and write answer اقرأ الأسئلة وأجب عنها what is the boy's name ما اسم الولد في الحوار السابق اسم الولد سعيد إذن نكتب له his name is Saeed how old is he كم عمره فأقول له he is 11 years old عمره 11 عاما number three where does he live أين يعيش هذا الولد الذي اسمه سعيد he lives in riad هو يعيش في الرياض true or false يعني هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة bears can claim trees bears أي الدببة هل تستطيع الدببة أن تتسلق الأشجار هذه عبارة خاطئة لا يستطيع الدب أن يتسلق الأشجار فأضع هنا علامة صح بجانب كلمة false فهذه عبارة خاطئة فأضع علامة صحها هنا ننتقل بعد ذلك إلى النشاط التالي listen and circle the right answer يعني استمع وضع دائرة حول الإجابة الصحيحة عمر و أسرته أم أسرتها عمر هنا مذكر فنختار فنضع دائرة حول هز لأن عمر مذكر عمر و عائلاته يعيشون في جدة زير أو يور أبارتمنت الصحيح زير يعني هذه للجمع زير أبارتمنت يعني شقاتهم بالقرب من مركز أو وسط المدينة عمر والد عمر يعمل رجل أعمال أنها تعود على عمر يعني أمه تعمل معلمة لديه أختيني his or their names are Fatima and Sahar his or their طبعا إن Fatima و Sahar إثنان فنختار زير لأنها للجمع زير نيمز يعني أسماءهم Fatima و Sahar they like to play هم يحبون اللعب in her or their room طبعا كما قلنا أن Fatima و Sahar إثنان فنختار زير زير روم يعني يحبون أن يلعبوا في غرفتهم and speak with زير أو am your friendess أيضا زير فرينز ويتحدثون مع أصدقائهم النشاط التالي write about your family and answer the questions يعني أكتب عن عائلتك وأجب عن الأسئلة السؤال الأول do you have any brothers هل لديك إخوة فإذا كان لديك إخوة تكتب yes أما إذا لم يكن لديك إخوة تكتب no إذن لدي إخوة أقول مثلا نعم لدي إخوة كم عددهم مثلا أقول لدي إثنان أقول I have two I have two brothers أو لو كانوا أكثر من إثنان three مثلا فأكتب three I have three brothers what are their names أي أسماءهم ما هي أسماء إخوتك فتكتب أسماءهم هنا فتقول مثلا their names are مثلا أحمد وألي ومحمد number two do you have any sisters هل لديك إخوة بنات how many كم عددهم إذا كان لديك إخوة بنات فتكتب نعم yes I have وتكتب العدد عدد الإخوة البنات الذين لديك yes I have one مثلا أو two what are their names ما أسماء إخوتك البنات إذا كان لديك أخت واحدة فتكتب اسمها إذا كان لديك أكثر من أخت فتكتب أسماءهم جميعا فأقول مثلا لدي أخت واحدة فأكتب هنا اسمها their name their name if فاطيمة مثلا إذا كانوا أكثر من أخت فتكتب their names إذا كانوا أكثر من واحدة فتكتب their names are وتكتب أسماء إخوتك هنا البنات إذا كانوا أكثر من واحدة true or false صحيح أو صح أو خطأ cats can see in the dark هل هذه العبارة صحيحة أم خطأ؟ نعم هذه عبارة صحيحة تستطيع تستطيع القطط أن ترى في الظلام فهذه عبارة صحيحة فنضع صح هنا بجانب true إذن هذه عبارة صحيحة true ننتقل بعد ذلك إلى النشاط التالي listen and practice انصط وتمر whose scissors are these لمن هذا المقص؟ do you know هل تعلم أو هل تعرف yes they are mine يعني هذه المقصات ملكي أنا فسأله and what about those pins وماذا عن هذه الأقلام؟ فقال له they are not mine هذه ليست أقلامي I think they are jacks يعني هذه أقلام jack النشاط التالي write the talk again اكتب الحوار الذي داره مرة أخرى use new words for singers يعني استخدم أسماء أو أدوات أخرى غير المقص والأقلام and new names واختار أسماء أخرى تعالوا نقوم بهذا الحوار يا أبنائي فنسأل السؤال الأول what أو whose books are these أو are those do you know فيرد عليه الإجابة yes they are mine فيسأله بعد ذلك السؤال الثاني and what about those pencils وماذا عن هذه الأقلام الرصاص؟ فيرد عليه they aren't أو they are not mine I think they are jones أو أحمد يعني ملك أحمد true or false dolphins eat fish هل الدولفن تأكل الأسماك؟ هل هذه عبارة صحيحة أم خاطئة؟ ننتقل بعد ذلك إلى النشاط التالي listen and shout استمع وأنشد I have a B you have an I he has a C she has a Y if you have a C an I an E then we have all the letters to write by skill I have a C you have an O he has an M she has a B if you have U T E R then we have all the letters to write computer النشاط التالي choose new words and write the chant again chant with friends يعني هنا أختار كلمات جديدة وأكتبها على طريقة هذه الانشودة السابقة فيمكن أن نكتب على طريقة هذه الانشودة فأقول I have an A you have an B he has an I an B she has an L if you have E if you have an E يعني إذا كان لديك حرف E then we will have the letters then we have we will have the letters to write an apple أو to write apple يعني تفاحة هكذا نقوم قد غيرنا أو قمنا بمثل النشاط بعد ذلك نقوم بغناء هذه الانشودة I have an A you have an B he has an B she has an L if you have an E then we will have the letters to write apple ننتقل بعد ذلك إلى النشاط التالي Can you write these words with the letters هل تستطيع كتابة هذه الكلمات بالحروف لدينا كلمة where whose live old school listen play where بمعنى أين whose يعني أداة استفهام لمن live يسكن أو يعيش old يعني قديم school يعني مدرسة listen يعني ينصط أو يستمع play يعني يلعب تعالوا نقوم بتجميع هذه الكلمات من خلال هذه الحروف التي لدينا أول كلمة لدينا where هل يمكن تجميع هذه حروف كلمة where نعم أولا لدينا حرف W ها هو وال H وال E وال R وال E هذه كلمة where هكذا إذن أستطيع كتابة أو تجميع هذه الكلمات من خلال هذه الحروف ننتقل بعد ذلك إلى النشاط التالي read the question and write your own answer يعني اقرأ هذه الأسئلة واكتب الإجابة الخاصة بك أنت إجابة خاصة بك أنت can you read English words هل تستطيع قراءة كلمات إنجليزي نعم أستطيع yes I can إذا كنت تستطيع أن تقرأ الكلمات الإنجليزي فتكتب yes I can can you walk to school هل تستطيع المشي إلى المدرسة إذا كانت المسافة قريبة منك أو المدرسة قريبة منك فتكتب yes yes I can أما إذا كانت المدرسة بعيدة عنك فتكتب no I can't can you play basketball هل تستطيع لعب كرة السلة إذا كنت تستطيع ذلك فتكتب yes I can أما إذا كنت لا تستطيع اللعب فتكتب no I can't I can not أو I can't can you draw هل تستطيع الرسم إذا كنت تستطيع الرسم تكتب yes I can إذا كنت لا تستطيع الرسم أو لا تعرف كيف ترسم فتكتب no I can not أو I can't can you cook هل تستطيع الطبخ فإذا كنت تعرف أن تطبخ أو تعرفي كيف تطبخي فتكتب yes I can نعم أستطيع إذا كنت لا تعرف الطبخ أو لا تعرف الطبخ فتكتبي أو تكتب no I can't لا أستطيع أكذا ننتقل بعد ذلك إلى النشاط التالي listen listen and and scrumble يعني أنصط وأعد ترتيب هذه الكلمات لتكون جملة واكتب هذه الجملة number one لدينا is can cheese eating فنقوم بترتيب هذه الكلمات فنقول can if eating cheese يعني can تأكل الجب number two لدينا كلمات by train school goes he to نرتب هذه الجملة فنبدأ بالضمير الأول he بعد ذلك الفعل he goes to school by train هو يذهب إلى المدرسة عن طريق أو بالقطار number three if it today raining فنرتب هذه الجملة فنبدأ بالضمير فالضمير هو it it is raining today it is يعني هي تمطر اليوم it is raining today الجملة الرقم 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 at can snail looking at is نرتب هذه الجملة فنبدأ بالاسم أو الضمير هنا لدينا اسم فنبدأ by can can is looking at snail تالي say and complete the words قل وأكمل هذه الكلمات هذا الطبق به الأرز فإذن ينقصها كلمة res حرف i وحرف c وال e res number two هذه صورة الفطيرة by حرف i وحرف e number three هنا هذا الولد يلعب فكلمة play ينقصها حرف a وحرف y play هنا السماء تمطر rain ينقصها حرف a وحرف i وال l number five هنا هذا هو يبحر أو يسبح فسيل حرف s ينقصها حرف e وال l number six هنا هذا هو الخروف وهو sheep ينقصه حرف h e وحرف e وحرف b هذه الصورة meet لحم ينقصها حرف e وحرف a وحرف t meet هنا يعبر عن اليوم ينقصها حرف a وحرف day true or false gods give us milk هل هذه عبارة صحيحة أم خاطئة هل الماعز يعطينا اللبن نعم عبارة صحيحة ننتقل بعد ذلك إلى النشاط التالي النشاط واحد listen and read يعني انصط واقرأ hi i am نقط what is your name my name is سعيد how old are you كم عمرك i am eleven where do you live أين تعيش i live in نيران do you have brothers or sisters هل لديك أخوة أو أخوات yes i have two brothers and three sisters do you have a smartphone هل لديك هاتف زكي yes i do نعم لدي do you like computer games هل تحب ألعاب الكمبيوتر yes i do النشاط التالي write two more questions to ask your friend اكتب سؤالين آخرين لتسألهم لصديقك فأقول لهم مثلا do you speak english well or do you speak french أن أسأله وتكون مثلا do you play football هكذا أعزائي نكون قد أنهينا هذه الوحدة ألقاكم على خير بإذن الله في الوحدة الثانية unit two sea animals حيوانات البحر لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر